يعني مش معلوم انت مسلم او مؤمن ان انت كده خدت تصريخ دخول الجنة لا قد تعاقب فاذا كان الانسان يرتكب معاصي ممكن يعذب عليها في النار يعني ممكن يبقى فيه مؤمن مثلي ما هو مؤمن يعني مسلم اه ممكن ايوة ما هو زي ما فيه مسلم زاني ومسلم شارب خمر ومسلم كذاب ومسلم خيان امانة فيه فيه شذوذات اخلاقية موجودة لدى الناس فممكن يعني قضى عليك ان هو مثلا بكافر لا هو مش كافر هو مسلم لكن ارتكب معصية المؤمن يعني ايه؟ يعني يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله كل الكتب طبعا زي ما احنا عارفين وكل الرسل مش بناء واحد يسيب واحد وباليوم الاخر وبالقضاء والقدر طب هو حكم ايه ده لما هو مؤمن بالشكل الجميل ده ولكن بيرتكب هذا الفعل او بيمارس المسلم الجنسية هو مؤمن بايمانه هذا ولكنه بمعصيتي هذه قد ارتكب فسقا او فجورا او ذنبا او فعلا حرمه الله عز وجل نعم لكنه لازال مسلم ترجمة نانسي قنقر